بعد أن عاشت محافظة مأرب سنين على هامش المشاريع التنموية تشهد اليوم نقلة نوعية في المشاريع الخدمية لتجد المدينة نفسها في صدارة اهتمام الدولة ممثلة بالسلطة المحلية ومكاتبها الخدمية كالأشغال وغيرها ما تشهده مأرب اليوم من بدء لتحرك عجلة التنمية في الأصل أن هذا الأمر كان منذ عقود من الزمن واليوم مأرب عادت فضل الله لدورها الريادي ومكانتها الطبيعية من الواضح أن المدينة تعافت سريعا من الحرب وعادت المشاهد التي تذكر باستمرارية الحياة إلى الواجهة إذ شرعت السلطة المحلية على إيجاد بنية تحتية متماسكة في جوانب عدة حيث يمثل مشروع شبكة الطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة وتوسعتها أحد أبرز هذه المشاريع والتي تهدف إلى تخفيف الزحام المروري بعد أن اكتبت المدينة بمئات الآلاف من النازحين بالإضافة إلى العمل على إنارة الشوارع الرئيسية وتشجيرها نعمل الآن في تنفيذ المخطط الذي تم إخراجه في عام 86 و82 المخطط هذا له أكثر من 36 سنة وهو حبيس الإرشيف لكن نحن نفضنا عليه الغبار وبدأنا في تنفيذ هذه الشوارع الآن التي تشاهدونها لكن عندنا خطة وقهها فيها محافظة المحافظة الشيخ سلطان بن علي إرادة بتنفيذ المخطط حتى نشق شوارعه وتعرف معالمه مشهد يبشر بمستقبل واعد في مدينة تبحث عن مناخ استثماري جاذب وتعمل على تهيئته بشتى الطرق خصوصا وأنها تزخر بمقدرات وثروات متعددة تمثل المورد الأول في رفض الاقتصاد الوطني بينما يرى أبناؤها أنها كانت آخر محافظة تستفيد من عائداتها حتى وقت قريب نجحت السلطة المحلية هنا في تحريك عزلة التنمية في المحافظة أو هكذا يبدو حتى الآن والسؤال هل يستمر هذا الدوران بهذا الزخم لتشهد المحافظة نقلة نوعية على مختلف المستويات لننتظر ونرى خليل طوي القناة بالقيس من محافظة مأرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر